لكن زي ما تعودتوا دائما وابدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله افعال لا اقوال فاكرين حضراتكم من حلقتين تقريبا او تلاتة كنا عملنا حلقة مهمة جدا في رأينا عن فكرة الاخلاق في الملاعب واعتقد فاكرين ان احنا كنا استهلناها ببيت الشعر لامير الشعراء انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ده دليل في التأكيد على قيمة الاخلاق اللي احمد شوقي اعتبرها عماد بقاء الامم امم ممكن تفنى لان اخلاقها اتضربت جائحة ممكن تصيب اي ام او اي قوم في اخلاقهم واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا يا سيد عليك فبالتالي افعال لا اقوال لا كنا كمان احنا بحيليها معنا هو انت ليه روحنا قلنا هذا الكلام لانها بتتلخصه بتجسد فلسفة انشاء هذا النادي العريق والتزام كل من ينتمي اليه عبر طريقه وحتى الان بهذا الماني وجهز الرسالة الرسالة تربوية في المقام الاول ودينا من الامثلة ان النادي الاهلي هو دائم المبادرة بهذه الامور ومش منتظر من حد انه بيعملها علشان يقولوا بص الاهلي بيعمل ايه ولان كان بيتقال نتيجة ان دي السياسة جايبة نتيجتها الايجابية سواء على تاريخك على نتائجك على العاملين من ولادك لخدمة هذا النادي العظيم كله كله ملتزم بهذا المبدأ وعبر تاريخ النادي العريق الستاذ ابراهيم لم يذكر انه اساءة الى احد ايه او بضرب الاساءة اطلاقا لا يمكن ولا قبل الاساءة من اي عنصر من عناصره لأحد وقلنا وقفنا مين وعملنا مين شطابنا ايمن رجدي افضل لاعب عشان شتم مين جمهور الزمالي ايه اللي كان شتمه ورد عليه بالضبط بالضبط فلما الاهلي بيطلب هذا الطالب هي لا بيزايد ولا بيزكي ويمارس الاخلاق افعال الاقوال انما بنقول يا جماعة احنا مقتنعين بكده فلما يصبنا الرزاز من من هذا الانفلات بنبقى مستغربين انه لا يقاوم ولا يقابل بالرافض على الاقل انما ان يقابل بالترحيب والحاجات من البعض والدفاع هو ده اللي بيخلي الاهلي اه يعني يضطر يرد او يضطر يتحدث لكن مين ما يتمناش ان تسود الروح الرياضية مين ده احنا بنقول ان هذا هو المناخ الذي سوف يثمر ويسفر عن تقدم وعن نجاح وبنقول يا ريت كل واحد ينشغل بحاله وبالارتقاء بنفسه مش بانه يتكلم على غيره فالموضوع بالنسبة لنا عقيدة بقناعة وممارسة على رأيك ممارسة افعال لا اقوال ومش محتاج ان احنا يعني ناكد على المؤكد المؤكد يعني اشتركوا في القناة